الله الله على الجمال والرواء والزوء الراقي ازايكو حبايب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد هيكون فيديو جديد كده بصوا حلوة جدا جدا فيديو النهاردة بقدمه لكي انت يا غالية فيديو النهاردة هيكون فيديو بجد كله ممتع انا عارفة انك انت بتكوني راقية كده وبتحب الحاجات الجميلة المبهجة اللي بجد كلنا بناخب منها افكار سواء انت بقى سيدة او يعني بنوتة لسه يعني مقبلة على الزواج فيديو النهاردة بجد حلوة جدا جدا هيكون فيديو لسيدة اجنبية بس انا متأكدة ان كل التفاصيل وكل تكاته كده بامر الله تعالى هتعجبكم عايزكو تحطوا لايكات كتيرة 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 على قد متقداري ولو انت بتحبيني وعايزان اجيبلك فيديو احسن من اللي قابله حطي لايكات كتيرة كمان لو انت اول مرة بتشوف القناة بتاعتي من خلال الفيديو ده اكيد يساعدني وجودك معي وتنوري عائلتي الكبيرة وتكوني اختي من اخواتنا كده وتنضم العائلتنا بالاشتراك بتاعك واهم حاجة بعد ما تشتركي فعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد مني بفيديوهات الجديدة ويه بحاجات الجميلة اللي بنزلها ليك يا غالية طبعا بفرح بكومنتاتكو بفرح بتحفزاتكم ليه كومنتاتكو الجميلة ربنا يا رب يجزيكو كل خير ويخليكو يا رب ليه بجد مش قادر اوصف يعني مدى حب ليكو قد ايه وبجد بجد يعني انا في تقدم احسن يعني انتو السبب يعني طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله والشكر لله انتو السبب في كل حاجة والله العظيم انا بكون فيها وفي سبب نجاحي كمان الحمد لله والشكر لله فبشكركم من كل قلبي اخواتي وحبيبي وصحابي وعيلتي وامهاتي لان احنا كلنا امهات يعني طبعا في امهات كبيرة وطبعا ضشرف على دماغي يا امي من فوق لما تكوني بتتفرجي علي وعلى فيديوهاتي ويكون عمرك 63 سنة و60 سنة والله العظيم اتكتب لي اكتر من كومنت اني في امهات عندها 63 و63 وفي الخمسينات وبيتابعوني وبيحب ياخدوا افكار علشان يوريهم يوريوا الافكار دي لبناتهم المقبلين على الزواج فده شرف على دماغي من فوق طبعا لما يكون طبعا حضرتك زي والدتي بالزبط ربنا خليكو يا رب لي ويجزيكو كل خير يا رب ويجعلكو يا رب يا رب دايما في ظهري ويجعلكو كده ان شاء الله الخير والتوفيق في حياتكو كلها يا رب سواء اي حد بيتفرج علي حد صغير حد كبير ربنا يجزيكو كل خير يا رب طبعا ده حقكم علي وانا لازم اوفيه طبعا رغات كتير اسفة جدا على الراغي ولكن كان لازم اديكو حقكو زي ما انتو ما بتدوني حقي انا كمان هنبتدي بقى يلا بينا بالفيديو وهنشوف تفاصيل الفيديو عاملة ازاي اول حاجة كده زي ما انتو شايفين السيدة اللي معينا النهاردة كانت بتدهن الغرفة بتاعتها وهنشوف بس انا عايزاكو بس في الاول كميل فيديو الاخر في حاجات حلوة جدا من في التفاصيل حلوة جدا هتعجبكو وانا ان شاء الله متأكدة ان هي تعجب اول حاجة زي ما انتو شوفتو سيدة اللي كانت معينا بتدهن كده الغرفة بتاعتها من نوع التجديد او من التغيير لو تلاحظوا في اول الفيديو خالص انا جبتلكو وهي كانت الغرفة بتاعتها كان لونها جريه او السرير بتاعها كان لونه جريه والغرفة برضو كان لونها جريه ولكن هي كانت حبة من باب التغيير او من باب التجديد زي ما شوفتو دهنت الغرفة تماما باللون القفايت او باللون الابيض واعتقد ان ده ترندي يعني اي حد عنده الوان جدران او حوائط دلوقتي غامقة فبيلجأ ان هو يفتحها او يخليها فتحة علشان طبعا دي زي ما قلتلكوا ان هي جديدة وفي نفس الوقت كده بتديجي بهجة وسرور كده في المكان اللي انت بتكوني قاعدة فيه بس دهنتها وزبطتها وغيرت النجفة باللون الجولد زي ما انتم شايفين وبعد كده ابتدت ترتب هنيجي هنا بقى كمان الشاشة بتاعة الغرفة اللي هي الشاشة دي بتاعة الغرفة وكانت عاملالها حاجة جديدة اللي انتم شفتوها زي نظام كده افريز بيمشي من على الشاشة ده وبيكون استلس يعني بيعملك ايه هي بتحطه على الشاشة زي ما انتم شفتوا ليه الغرض منه ايه يعني ان هي تعمله للشاشة كديكور طب ليه كديكور زي ما انتم شايفين هقول لكم ليه يعني كأن حطة طبلوغ على الحيطة ومش شاشة بس لما تجيب اي حاجة صور عليها حلوة صورة زهور صورة اي حاجة حلوة كانتها حطة طبلوغ على الحيطة فهمين قصدي بس وبعد كده جابت برضو المكنسة اللي انتم شايفينها هنيجي بقى غرفة الدريسنج وهي كانت طبعا هنا كانت بتجاهز لغرفة الدريسنج بتاعها صممتها كده زي ما انتم شايفين ولكن هي كانت حطة حاجات عشوائية في الغرفة بتوريكو يعني اماكنها هتكون عاملة ازاي وبعد كده ابتدت بقى ترس هدومها وترس حاجاتها وكل تفاصيل الغرفة اللي احنا كلنا بيكون عندنا نفس التفاصيل دي وبنحب جدا جدا ان احنا نكون سيدات كده منظمين ونكون سيدات حلوين كده وبنحب التنظيم الغرض من الفيديو ان احنا بس ناخد افكار من بعض ناخد تحفيز من بعض ان احنا نتحفز ان احنا نشوف سيدات مبهجة سيدات عندها اناقة كده وعندها اه صحيح انا ممكن ابقى معاكو اختلف بقى في القراءة في حتة التفاصيل والفلوس والحاجات دي كلها انا معاكو فيها والله لشان بس محدش يقول دي سيدات غالية او سيدات عالية او كلام ده كله واحنا مش بنقدر احنا بس بناخد الافكار يعني انت ممكن مثلا تكوني عندك على التصريحة مش حطة فازة ورد زي كده فلما تشوفيها تعمليها ممكن مثلا البرفون اللي انتو شايفينه اللي هي حطته حطته كده على ستاند مقوم من ثلاث يعني من ثلاث قطع اللي هو يعني فهم طبقات يعني عشان تبين شكل البرفون بتاعها تقدري انت تستبدليه اللي استمدله لو غالى عليك او مش قادر تعمليه على فكرة ممكن تعمليه بكارتون والله زي ما بكلمكو كارتون ناشف وتقطعيه وتبتدي انك انت تنظميه وتحط عليه ممكن تجيب الستيكر اللي هو لونه جلده وتلزقيه عليه انت كده عملتي منظم حلو جدا هتقدر انك انت تعمليه في بيتك وكمان بقى اقل التكلفة ما كلفتش فيه ولكن انت اخدت الفكرة فهميني وفيه طبعا اللي بيقدر ان هو يشتريه فبيجيبه طبعا هنا اللي انتو شفتو ده كان التويلت بتاع غرفة النوم وبعدين بدأت ان هي تنظمه زي ما انتو شفتو ونظمت كمان الضرفة من تحت لان هي عندها واحدة كده وكمان البنيو وبعد كده بقى راحت على غرفة ابنها هي عندها ولد واحد فمصمو مالو القوضة دي كده طبعا هو سرير دور وعجبني اللي هو يعني برضو عشان المساحات تحت منه المكتب كده وفيه ادراج عشان لو حبت تحطوله اي حاجة تكون منظمها بشكل حال هنجي هنا وده من ضمن التجديدات والتغييرات لغرفة الملابس زي ما انتو شفتو شالتها خالص ودهنت الجدران وبعد كده حط التقفيل جديد وعالفكرة اللي لونه ابيض في دهبي على الجدران ده ورق حائط عشان محدش يفكر ان هو مثلا دهان او كده لا ده ورق حائط تبتدي انهية الزوق وبعد كده بقى بتحط الرخاب بتاعها وزي ما انتو شفتو جابة الجرات او الكامل جار وحطت فيها كل المسحوق بتاعها اللي هي بتستخدمه والدوني والحاجات دي عشان الغرفة تكون منظمة وشكلها مهندة شايفين قد ايه الشكل الجماعة بجد بيفرق يعني بتحسي فعلا ضراحة هنيجي هنا ليه عندها مكان في الشقة او مكان صغير كده حطت فيه الطبلغات الحلوة دي وعالفكرة الطبلغات دي هي اللي عامليها فزي ما انتو شافين بتدت انها تحطها على الحيطة وحطت تربيزة صغيرة كده وبتدت تحط عليها دكور بسيط جدا غير لها من شكل المكان وغير لها يعني عمل لها شكل حلو كده ليه الشقة هنيجي هنا ده غرفة مفروض المكتب وطبعا هي كانت بتنظم هنا ولكن هي هتغير دلوقتي لو تلاحظوا المكتبة الصغيرة اللي هي حطت عليها ديكورات دي هي لونها باللون الابيض هتشوفوا دلوقتي التغيير اللي هي هتغيره لها وهتكون عامل ازاي زي ما انتو شافتو جابت كده وردو المنظم ده والمنظم ده استلس وبتدت ان هي تركبه وبعد كده هتحط كل ديكورات بتاعتها اللي هي بتفضلها او اللي هي بتحبها شايفينا الدقيق القوضة بتختلف تماما وقت بس ما تغيري دكور او شكل دكور او حاجة جديدة عندك بجد المكان بيختلف هنيجي هنا ليه السفرة كانت بتشيل السجاد بتاعها وحطت سجادة تانية يعني من باب التغيير ومن باب النظافة ومن باب ان هي يكون عندها يعني بديل في السجاد فبتشيل السجادة دي ويتحط السجادة دي حطت بقى الفوزة الديكورية دي برضو في السفرة زي ما انتو شايفين كده وبعد كده راحت على الانتري او المكان بتاع الريسبشن وهتبتدي ان هي تنظمة برضو بشكل عشوائي حلو كده وديكورات حلوة هادية جدا وهتشوفها تعمل ايه خلاص هنا كانت نظامتها تبتدي بقى على البوفي او على كونسول في الريسبشن برضو جابتلو دي طبعا حاجة جديدة طلعة انا مش عارفة بصراحة بيسموها ايه الوما بيحطوا فيها الورد ولكن هي بتبقى عاملة زي العيون عارفين اللي هي بتاعة البيض اللي احنا بنبقى حطنها في التلاجة شوفا انا بمثلكوا كل حاجة زي ما عرضي تش manage حلو تقلني في الكومنتات انا مش ببقى واخد بالي وانتي يارودي تنبهينى فشايفين southeast البيض اللي احنا بنحط فيها البيض اللي هو مكانة بيضة اللي في التلاجة inscrever هو زي كده اكلرك ولكن طويل ولكن ده متخصص علشان الزهور بيتملى فيه بقى الميا وبعد كده بيبتدوا يحطوا الظهور بتاعته عشان تديهم الشكل اللي انتوا شايفين ودعم بقى للكوشنز اللي احنا كلنا بنبقى مهبولين به والكركبة اللي انتوا شفتوها غير انا هي في قلب الكوشنز ولكن ابتدت ان هي تنظمه تنظيم حلو كده زي ما قدتكو التنظيم حلو ويبيريح جدا تقدر بقى ان هي تشد براحتها وتاخد اللي هي عايزة بكل التفاصيل اللي هي حبها من غير ما توقع الدنيا عليها زي ما انتوا شفت هنيجي هنا بقى كمان كانت جايبة طابلوهين والطابلوهين دولا طابلوه مفروض ان انتوا شفتوه دلوقتي لما غيرت الوحدة او هي كانت ايه اه كانت المكتبة كانت غيرت فيها الله ما صلى على نبي وبرك فيه نسيت والله المكتبة اللي غيرتها في الغرفة المكتبة بتاعتها جابت لها الطابلول اللي هو باللون الدهبي ده او اللون الجلد وحطتها لها ولكن الطابلو اللي انتوا شفتوه الجريح حطوتوه في الصفرة هنيجي هنا بقى دوت اه الحمام بتاع الضيوف وهنا كانت بتنظمه وكانت بترتبه غيرت برضو الدكور اللي فيه بحاجات بسيطة زي طابلو كده اه عكس عكاس الاتنين مع كوسين مع بعض وطرابيزة حلوة كده حطت عليها دكور والمناديل حاجاتي يعني بتدي شكل دكوري حلو او دكوريشن حلو لما حد يخش لطايلت عندك او يخش المكان اللي انت فيه فبيلاقي مكان نظيف كده وشكله حل هنيجي هنا بقى كمان جابت اسفنجا وحطت فيها الظهور حبيت ان انا هضفها لكو عشان لو انتوا حابين تعملوها وفي اي فوضع عندكم تقدروا انه كنتوا تعملوها كده وهتديكوا الشكل الجمالي ده لو اي حاجة عندك هتحطي بس الاسفنجا وهتديك الشكل اللي انتوا شايفينه ده بس جده حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة ياربي يكون استمتعتوا من الفيديو ويكون السيدة اللي كانت معانا النهاردة تكونوا استمتعتوا من افكارها الجميلة المبهجة اشوفكم الفيديو الجاي واسبكوا في رعاية الله وحفظوا ومع السلامة اشتركوا في القناة